السؤولة اللي احنا شايفينها يعني لو بطدينا بإسماعيل ياسين مثلا برغم أن الراجل ده كان ظروفه صعبة هو كان متيسر الحال بس والده خسر كل الفلوس وكان عنده صاغة أو حاجة كده في السويس لكن إسماعيل ياسين أصر أنه هو يستخدم الابتسامة دي عشان يسعد نفسه بيها ويسعد الناس بيها يعني وحتى ممكننا حتى ما نشوف علاقة إسماعيل ياسين بالبعض المشهير مرة مكلثوم شافت إسماعيل ياسين في صيدلية في اسكندرية بيوزن نفسه فبتقول له وزنك قال لها زي الفل 79 كيلو قالت له غالبا أنت ما وزنتش نفسك أو وزنت نفسك من غير بقك على أساس أنه هو إسماعيل ياسين كان فإن حتى هو مع المشهير كان بشكل أو بآخر يعني دائما دائما الفكاهية لو هنتكلم بقى على السؤال اللي حاجة بتسأل عليه اللي هو فوائد الابتسامة نفسها طب هي الابتسامات الأخرى دي بالمناسبة دوك هل لها مجلول؟ يعني نرسم مندلة أو غندي أو مناليزة ممكن نرسم مندلة نتكلم عليه في الآخر بس غندي كان بسميها الابتسامة الهادئة ولو حتى لو تشوف دلوقتي الروبي اللي هو العملة الهندي عليها صورة لغندي وهو مبتسم دي حاجة حلوة جدا لكن حتى العملة اللي أنت بتستخدمها عشان لأن العملة دي طوله مهار في إيدك وممكن حتى ظهرت العملة دي صورة غندي وهو مبتسم حتى بيقوله نفسيا بتنعكس على كل حد يمسك العملة نفسها بيبقى مبسوط قوي منه وشوف الصورة دي لأنه طبعا لو تفتكر زي ما تكلمنا الموال الفاتت أنه الابتسامة حاجة معدية فأنا لما شوف الصورة بالمنظر ده هي نعكس بشكل أو باخر إيجابيا عليها يعني الابتسامة أنا عرف أن الدحك معدي الابتسامة كمان معدية يعني المشاعر الإيجابية والمشاعر السلبية كلها معدية عشان كده دايما حتى ممكن أوبرا أحد المزيعات المشهورات كانت بتقول دايما لازم تحيط نفسك بكل الناس اللي هما إيجابيين عشان ده ينعكس عليك بشكل أو باخر بس أحيانا دكتور ممكن أنت تكون شخصا عندك هموم عندك مشاكل وانت بطبعك مبتسم ما ينفعش تقبل حد من غير ما تبتسم ده ممكن بيكون عامل لود نفسي على البني أدم هو ده نوع من الثبات الانفعالي أنه حضرتك تبع عندك مشاعر سلبية داخلية ولكن بالرغم كده أنت عندك القدرة على أنك أنت بشكل أو باخر تبتسم والصورة اللي احنا كنا شايفينها مثلا نيلسون مندلا نيلسون مندلا كان دائم الابتسامة برغم أنه نيلسون مندلا اتسجن 27 سنة وبعد ما خرج عمل حاجة عظيمة بصراحة اسمها سمايل فونديشن كانت عبارة عن جمعية هدفها الأساسي هو أنه كل الأطفال اللي عندهم مشاكل في الوجه وغير قادرين على الابتسامة يساعدهم بشكل أو باخر لدرجة أن في أحد أم كانت الفتاة صغيرة البنت كان عندها شلل في وشها كانت بتبعت كل شهر رسالة لنيلسون مندلا عشان يساعدها وفي الآخر بالصدفة أحد هذه الرسائل وصلت لنيلسون مندلا اللي حصل أنه هو قرر أن البنت تسافر تتعالج في أمريكا ورجعت الابتسامة لها في حتى الناس في الهموم فيه ناس قادرة على الابتسامة برغم وجود هموم كتير شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة